يبا اذا عندنا الان قالوا في النبي واحد وقالوا في النبي اثنين لهم يكن يعرف الوصية انه يوم الجديد ما هو دي اسمه دين التناقضات تلت تناقض بقى هو الشزوز والعياذ بالله عند نبي الشيعة الاثنى عشري يا ام اشرف الكلام الكبير ده وانا بس بحاول عشان مش ممدلكم الحلقات كتيرة تقعد شهر نختصرها شوي شزوز النبي في الدين الشيعة الاثنى عشري يعني ايه تخيلوا انهم طعنوا في المصطفى صلى الله عليه وسلم وقالوا تعالوا كده نشوف اه دي كتاب ولا ناخد الاول الرواية دي ناخد الرواية دي من الكافي الكلية ماشي عشان انا انا هقرألكو انتم تفهموا كما يظهر على الشاشة في كتاب الكافي جزء الخامس صفحة خمسمية واربعة عشر تمام حديث التالت يقول محمد ابن يحي عن 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 ابي جعفر عليه السلام قاله خرض رسول الله صلى الله عليه وقاله ركزوا اول يوما نح على ظهر المدينة على جمل عاري الجسم عاري الجسم هنا عائد على مين يا شيعة يلا النبي عندكم يخرج على جمل عاري الجسم فمر بالنساء يعني النبي كيف خرج على جمل عاري الجسم يعني سفهم طبعا ايام البلتوك ادى حقكم جاء من اسجاء الشيع الفتاح اللي يعني دي كان اسمي سفير الاسلام انا في البلتوك يقول لي يا سفير الاسلام انت ازاي ما بتفهمش عاري الجسم عائد على الجمل وتقول لي يا سلاة وهل يقال اصلا في اللغة العربية هناك جمل عاري وهناك جمل لبس الجمل او الناقة ما يطلق عليها كلمة جمل عاري عاري الجسم هنا عائد على مينة ها ما عرفش يروض تقول لي يا امة جمل من بحور اللغة ان الجمل يطلق عليه جمل عاري اصدقك ولكن لم تكن في لغة العرب كلمة جمل عاري الجسم سمعتوها دي اخوان انا احبها يعني عندكم يخرج على الجسم طب عندنا ثلاث اسئلة اليوم هنخليهم ثلاثة بس كفية عشان ما نطويش لسه 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 طعنات الشعف النبي القادمة تحدس ولا حرك تمام خرج النبي على جمل عاري الجسم عاري الجسم عائد على مينة حتى نحويا اعرفوها عائد على مينة